عارفين اليخن العجب بتاع عد الامام احنا هنعم بقى حاجة كده الشبه شوية بسو هنجيب بصلة انا قطعتها صغير خالص وخدت نصها بس انا خدت نصها بس يعني عندك بصل اصغر من كده ماشي برضو بطاطسايا صغيرة او نص بطاطسايا كبيرة قطعيها مكعبات سغنانة وحنجيب طماطمايا كبيرة او طماطمتين سغنانين يعني الطماطم انا اخدت اتنين وفلفل وبرضو هنقطعه قطعة سغنانة انا جبت الطاجن الجميل ده او حجيبي توصى او حلى اللي موجود عندك لحاجة داييق ولا حاجة تغصى بك كم فيش حاجة توقف نحنا هنروع على نفسنا هنروع على نفسنا وهنحط بقى معلقة من الزيت او معلقة من الزبدة او السمنة اللي موجود عندك ونزلي بالبصل البصل هنا بتشوح بس مع المادة الدهنية مش بين حمار وخالص اول بس ما يتشوح هننزل بقى بالطماطم دول طماطمتين كبار كده او طماطمتين صغيرين متقطعين صغير وبعد كده هنقلبهم تقلبتين وننزل بالبطاطس المتقطعة صغير ويفضل تكون متقطعة صغير خالص وتقلبيهم وحننزل بقى بربع كباية من المياه السخنة هتغلي كده مع البطاطس بحيث ان البطاطس تستوي 3-4 سوا هنحط معلقة صغيرة من الصلصة ودي اختياري لو مش عايزة تحطيها خلاص بس هي على فكرة دي الطعم حلو قوي مدام حطينا الصلصة بقى نحط التوابل بتاعتنا حاجات بسيطة ملحة وفلفل اسود وبابريكا وشوية سكر صغيرين علشان الحمودة اللي بتعملها الصلصة بس كده وقلبي احنا هنا اتفقنا ان البطاطس خدت 3-4 سوا هنحط بقى دلوقتي ايه الفلفل انا مش بحب بحطه في الاول عشان ما يتريش خلاص كده هنبدأ بقى نحط البيض بتاعنا نحط بيضة بيضة كده على الوش انا استخدمت 3 بيضات بصوا بقى وبعد ما نحط البيض هنسيبهم يستيو على نار هادية خالص غطيها ويسيبيهم يستيو على نار هادية بصوا بقى بعد شوية البيض استيوى ماش هيخد وقت خالص على فكرة هنا بقى عشان احنا عاملين ايه احنا عاملين دايت هندلع بقى الطاجن ده هنحط على وشه كده شوية جبنة متزرل او شوية جبنة تشيدر من غير ما تقطعها كده ممكن تحطي شوية جبنة تشيدر كده المدورة دي او المربعة تحطي كده شريحتين ولا حاجة واضغطيهم وعلى نار هادية هتلاقي الجبنة سيحد مقدرش اقول لكم الريحة كتا عاملة ازاي الطاجن ده لازم يتاكل سخن كده والجبنة سيحدة وهو سخن وعمال يباك باك كده باك 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 ويتقوم يراشة راشة زعتر كده بصوا بيود الريحة والطعم في حتة تانية خالص شوية زعتر وهاتي 3-4-5-10 ترغيفة كده وعودي بقى كولي انتي والولاد كده هو مقولكوش بقى بصوا الدفتار غدع عشاء حلو قوي طاجن طحفة جميل وفي كل بقى المكونات الغذائية زي ما تحبي بقى مقدرش اقول لكم طعم حلو قد ايه بس انتوا بقى اكيد لو عجبكم الوصفة لازم تعملولي لايك وتعملوا فولو لو لسه ما عملتوش وتروح على قناتي على اليوتيوب اسمها شوما كيتشين دوروا عليها كده على اليوتيوب هتلاقوها وعملولي هناك اشتراك وكتبولي بقى كومنت حلو شايروه مع صحابكم انا بحبكم وشوفكم في فيديو جديد